الفطرة اللي قاعد يصير هذا عبارة عن سمونا عدوة انتهازية انتهازية ايش معنا انتهازية؟ تيب يحتاج ظروف معينة عشان يصاب للإنسان فيها تطلع ايه فشين الظروف اللي قدامنا؟ يعني نتكلم عن الكورونا مثلا يكون الشخص صالة فترة بالعينة مركزة ياخذ منضادات بكتيرية طبعا الكورتزون اعتبر جزء من العلاج عشان يخفف التهيج في جهاز المناعة لان الدمار اللي يصير والصورة الاشعة وغيرها كلها نتيجة تهيج جهاز المناعة فنضطر نعطي الكورتزون ويقعد فترة المريض في على هذه الجرعات من الأدوية تصير جسمه عبارة عن ساحة ملائمة جدا لأي عدوة انتهازية سواء كانت فطرية أو غيرها فهذا ممكن يصير وانا شفت انا امكن حالة وحالتين بدولة الكويت ما لا علاقة طبعا بالكورونا من زمان كانت مريضة الله يرحمها كان عندها عدوة صارت عندها سكر وغيرها وطلع معها العدوة كانت موجودة فيه وراء العين وسببت لها مضاعفات الله يرحمها حالتين انتنا بالكويت هذه فان شي نادر جدا من قصد كلها أنا أتكلم عن من سنة تقريبا 2001 لحد الحين فشي جدا نادر بس خطرة والله دكتور على كلامك تتقول نتسببت بالوفاة يعني هذا الشي خطر الوفاة هي توفت ليست للمشكلة نفسها ولكن أدت إلى أنها تفقد عينها فهذه المضاعفات اللي صارت معها هي حنا المتة ما نحس بوجود هذا الشيء طبعا الفطرة الأسود ما في علامات واضحة حنا نلاحظها مرات تدفع خلايا الدم البيضاء في تغيرات تصير في الجسم تجدش أنها كتلة تضغط على عضو ويبين سوى شععة مقطعية أو مغناطسية حسب اللي ما هو توفر ويبين عبارة عن الكتلة هذه موجودة والعلاج موجود لها العلاج ولكن تحتاج فترة طويلة لأن الفطرة طبيعتها بطيء في النمو ففترة العلاج له تستمر بالشهور ترى على فكرة